بسم الله الرحمن الرحيم كلما ازدادت الهجمات من الخارج كلما اكد ذلك ضعف موقف المتآمرين والقونة كلما التزمنا بالقوة والايمان في الداخل هذا يعطينا ثقة حقيقية في ان بلدنا وجيشنا وشعبنا هذا السلاسي المتماسك قادر على مواجهة كل التحديات انا النهاردة حكشف لكم مين هم الخوانة وحكشف لكم كلامهم واهنتهم للشعب المصري عشان ندرك ونعرف كويس قوي ان كل الكلام اللي بيتقال من برة بيتقال من حاقدين متآمرين خوانة حنكشف تناقضاتهم وأكذبهم وكانوا بيقولوا ايه وبقى دلوقتي بيقولوا ايه حنكشف مين اللي وراهم ومين اللي بيتستروا فيه ومين اللي بيتفعلهم وأجهزة الاستخبارات اللي مشغلاهم مصر هي القوية ومصر هي العظيمة بقائدها بجيشها بشرطتها بقضاءها بشعبها العظيم الحقيقة لما بنسمع الاسوات اللي احنا عارفين مين اللي بيحركها نتصور ان بلدنا كلها فساد وبلد مفاش اي قوة حقيقية بتسندها وبلد ضيعة مع ان الحقيقة عكس ذلك وكل انسان مصري يعرف احنا كنا فين وبقينا فين لكن بعض الناس البسطاء انا عاوز اسأل شوية اسئلة يا ترى هل عمليات التحريض اللي بتتم من برة دي هدفها نبيل يعني فعلا الناس دي عاوزة مصحة الشعب المصري متعطفة مع المعاناة اللي احنا بنعنيها ولا ليها غرض تاني طيب حافترض انهم كده واني قلبهم محروق على الغلابة وانهم بيدفعوا من حر مالهم ويطلعوا كل يوم بفضائية جديدة عشان يفهموا الشعب المصري مصلحته لان الشعب المصري مش عارب مصلحته وعشان يكشفوا لهم اللي بيحصل في بلدنا طيب سؤالي هنا لو انتم صدقين يا عملاء الخارج بتشتموا الشعب العظيم ده ليه وعاوزين تنتقموا منه ليه وعاوزين تنصبولوا المشانق ليه هتقولي الكلام ده كده وما حصلش انا بدعوكم وبدع كل مصري تعالوا نشوف كلامهم تعالوا نشوف نظرتهم للشعب المصري تعالوا نشوف اسائتهم للشعب المصري والانسان اللي بالاخلاق دي والانسان اللي بيكرهك ويحقد عليك يا ترى ممكن يكون قلبه عليك يا ترى ممكن يكون صادق في كلامه يا ترى ممكن يكون بيقدم لك معلومات حقيقية يا ترى ممكن يكون صادق في كل الدعاءاته والصور والاهانات اللي بتحصل لقياداتنا والجيشنا والشعبنا والشرطتنا عيشكم تتأملوا الكلام اللي انتوا هتسمعوا دلوقتي الاقلام والاصوات الحاقدة هم دول اللي بيبستوا كل يوم من فضائيات ويقولوا الحقوا مصر بتوع السيسي بيعمل الجيش بيقتل الشرطة بتعزب هم دول هم دول اللي بيبانوا انهم خايفين عليكوا يا شعب مصر ولكن في حقيقة الامر هم بيكرهوكم وبيكرهوا دينكم وبيكرهوا وحدتكم الوطنية وبيتأمروا على بلدنا ومش عايزين حد يقف على قدمي لا عايزين دولة ولا عايزين قوات مسلحة ولا عايزين شرطة ولا عايزين بلد انتوا شفتوا بلسانهم بيقولوا ايه شفتوا بيصفوا الشعب المصر باقدر الارفاظ ازاي طب تسخ في مين تسمع لمين تتكلم مع مين دول ما بيكلموش كلام ده تلقائي من دماغهم الناس دي بتتحرض على البلد الناس دي جواها سواد الناس دول خونة وعملة مش بس كده بس لا الناس اللي بيقولوا احنا بنتهم ان احنا تحطينا على قوائم الارقاب الناس دي بتحرض من شاشة فضائيات بتوث من تركيا ومن لندن ومن غيرهم على قتل ضباطنا وقتل جنودنا وقتل اهلنا وانا بقولك يا اردغان وبقول البريطانيين بصوا اللي بيحصل عندكم شوفوا مين اللي بيشغل العيال دي بقولكم اعلمنا يقدر يفضح يفضح الكبير والصغير فيكم اعلمنا اعلم مقاتل ومش كدبين لا ومش حقدين لا انما بندافع عن بلدنا ومش حنسكت كبير وصغير اللي فوق واللي تحت اي حد بيحاول يمس البلد دي احنا مش حنسكت عليه ابدا باي حال من الاحوال المهنية تعني الدفاع عن الوطن الوطنية تعني مواجهة الخوانة الفضائية تعني الدفاع عن السوابت والمبادئ وباخلاء مش زي ما انتم بتعمله الفيديو اللي حفرقكم علينا دلوقتي تحريض على القتل وانا بدع الجهات المصرية المختلفة ان تحرك القضايا وان تطلب من جهاز الانتربول بالقبض على الخوانة دول تعالوا نشوف الفيديو ده سوما نعود اظنكم سماته سماته اللي بيطلعوا كل ليلة يكلمونا عن التحليلات ويكلمونا عن الواقع المر اللي بيعيشه الشعب المصري ولي دايما بنسمع منهم احلى كلام واجمل عبارات وتعاطف كبير جدا معانا ومحاولة لتلفيق معلومات كتيرة جدا مغلوطة بهدف ان يدفع الناس الى كراهية النظام ويأجج الفتنة في البلد اي مواطن مصري ووطني لما يسمع ده يقول ايه اي ضابط شرطة واي ضابط جيش واي جندي مقاتل لما يسمع الناس دي يقول ايه فين منظمات حقوق الانسان الدولية والاقليبية فين الناس اللي بيتمولوا من الخارج وبيدعوا دايما انهم بيتباكوا على حقوق الانسان فينك يا امريكا يلي كل يوم والتاني تقولي انا بخصم هذا المبلغ من المعونة الامريكية لان ملف حقوق الانسان في مصر حوله علامات استفهام لان السجون في مصر رغم التطور الكبير اللي حصل في دور الاصلاح اللي احنا بنشوفه واللي مش موجود في امريكا لان السجون اصبحت قذرة واصبح يمارس فيها كذا وكذا وكذا فين كلامكم فين مصداقيتكم فين شعاراتكم اللي انتوا بترفعوا بتدغدغوا بيها عواطف الناس فين ادعاءاتكم الكاذبة على مصر لما تسمعوا ناس بتتكلم بهذه الطريقة لما بتشوفوا تحريط سافر على قتل جنودنا وضباطنا وقضاءنا واعلمينا مش بس كده لا استبيحوهم واستبيحوا نساءهم واستبيحوا اسرهم ازاي فين العالم دول لازم ييجوا من بره متكتفين بالسلاسل ويحاكموا هنا يحاكموا محاكمة القتل اللي بيحرضوا على القتل دول شركاء في الارهاب واي ضابط واي جندي واي مواطن مصري يستطيع ان يقدم بلاغ للنيابة العامة لان احنا عايزين كلنا كمصريين نتعمل لهم قضايا ونطلب من انتربول انه يجيب الناس دي هنا الناس دي حرضت على القتل الناس استباحت دماء كثيرة تمت كان مجرم في الداخل سمع الكلام ده ونفزه بالتأكيد حصل ومن ثم كل الدماء اللي تمت معلقة في رقاب هؤلاء الخوانة المتأمرين اللي كل يوم بيفتحوا فضائية جديدة عشان يحرضوا على البلد وعشان يدعوا بالاكاذيب وعشان يشككوا في النهضة اللي حصلت في مصر في الفترة الماضية وعشان يستغلوا حالة الاحتقان نتيجة الازمة الاقتصادية اللي الكل بيعاني منها من اجل احداث خلخالة في المجتمع ويقولك لا ده حيجو يوم كذا ويعملوا كذا لا 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 انسى انسى وخلي حد ينزل لان احنا عارفين مين اللي عايزين ينزلوا المتأمرين لكن الشعب المصري العظيم حتى هو بيعاني عارف كويس اوي عارف انه فيه قيادة وطنية انقذته من حالة كادت تودي بالبلاد الى التهلكة كادت تدفع بنا الى نفق مظلم الى حرب اهلية وانا حوريكوا دايما بالادلة والمعلومات وبكرة حقولكوا معلومات ربما تنشر للمرة الاولى ايه اللي عملوه وكيف واجههم القائد العام في هذا الوقت الفريق اول عفتاح سيسي اللي كان صلب وقوي في دفاعه عن الوطن ودفاعه عن البلد ودفاعه عن الشعب المصري اوعي مصريين تنسوا هذا الكلام اوعي خيل عليكم هذه المعلومات الكاذبة من اناس ينطقون كلام الافك وكلامهم مسموم وهدفهم هو الوطن دي ناس بتكره البلد بيحبوهاش يفيها يخفيها ينتم يحلى وعشان كده بعضهم هربوا برة وسلموا نفسهم لواحد انجليزي مخابرات غامض بيحركهم زي ما هو عايز وبيحركهم بالاتفاق مع جهزة استخبارات اخرى وده يؤكد ان فيه تحالف بين قوة امورية على هذا البلد لاني لازم نعرف ان مصر مستهدفة لازم تعرف يا شعب مصر العظيم ان بلدك مطلوب تخريبها ان مطلوب تكرار سيناريو احداث 25 يناير 2011 لما البلد كادت تروح مننا لو لا وقفة الجيش المصري العظيم ولولا دفاع رجال الشرطة الشرفاء ولولا القضاء اللي تصدى للخونا والمتأمرين لازم نعرف كويس قوي ان بلدنا مش مستهدفة النهاردة صحيح كل ما يبقى فيه مشروع وطني زي ايام جمال عبد الناصر والنهاردة مشروع الرئيس السيسي في نهضة مصر وبناء مصر مستهدف مش عاوزين جيشنا يبقى بهذه القوة مش عاوزين شرطتنا تستعيد قوتها مش عاوزين الانجازات الكبرى اللي اتحققت في السنوات المعدودة وما كانش ممكن تتحقق لازم كل مصر يفتع عينه يعرف ان القضية مش شوية مواد غزائية غلية ولا قائمة اسعار زادت ولا اوضاع اجتماعية صعبة كلنا عارفين والقيادة السياسية تكلمت اكتر من مرة على حجم المعاناة والرئيس فاهم وعارف وعارف ومدرك ان دي ازمة مؤقتها ومصر مش هتوع لا مصر بتبني نفسها بتاخد قرارات يمكن انت ما تعجبكش ولا ما تعجبنيش لكن نحن نريد الوطن والوطن يقف خلفه شرفاء وامناء قالوا على انفسهم انهم يضحوا ويتحملوا بلا حدود والله ما يتحمله الرئيس عفتاح السيسي لا يتحمله بشر الادعاة الاكاذيب الشائعات تزوير الحقائق كل ده بيحصل ومع ذلك القاد لانه يدرك تماما انه جاء في لحظة تاريخية مهمة وان البلد عايزة وعايزة مؤسسات الدولة بكل قوة وبكل ايمان بيتحمله كتير بيتحمله من برة وبيتحمله المتأملين من جوة والمتأملين مش بس جماعة الاخوان الارهابية حلفاءهم الفاسدين اللي بيرفع الاسعار ده فاسد وارهابي اللي بيتآمر على البلد ده فاسد وارهابي الاعلام اللي بيطلع ويتكلم بغير الحقيقة ويؤجد مشاعر الناس ده فاسد وارهابي اللي بيحاول يشكك في كل قيم المجتمع ويحاول ياخدنا لمساحة تانية ويجرنا المعارك هامشية ده فاسد وارهابي الان اللحظة لحظة الوحدة لحظة المشروع الوطني اللي كلنا لازم نلتف حواليه لحظة الحفاظ على البلد لحظة كشف كل متآمل في كل مكان نرجع للراجل الانجليزي اللي بيحركهم زي ما هو عايز تعالوا نسمع شهادة واحد منهم فيهم نسمع شهادته وكان موجود برا وشاف ده بأيديه وبعنيه ورآه مرء العين تعالوا نسمع الكلام ده بالزم الناس دي الباعة شعب مصر بالزم الناس دي كل كلمة بتقولها برا ممكن تصدق فيها ازاي ازاي واحد الخيانة بتنطق من لسانه ازاي شخص بيكره البلد بهذا الحجم وبهذا الشكل ازاي واحد يتكلم على جيشنا كده ازاي واحد يتكلم على أشققنا الأخباط كده ازاي واحد يشكك في كل شيء ازاي واحد يهدد بالموت للمصريين ازاي واحد يقولك ادعموا الارهابيين في سينة ثم بعد كده نقول دول رجال دين او رجال اعلام شرفاء او ناس عندهم حس وطني واحنا اللي ما عندناش خونا المنفذ الوحيد والمصطلح الوحيد والمنشط اللي يتحط تحتك كل صورة واحد انت خائن وعميل انت متآمر على ارض هذا البلد وجزائك الوحيد امام القانون هو ان يقتص منك المصريون وده حيحصل ان ما كانش النهار ده حيحصل بكرة والايام بيننا لانه اي حد يتآمر على البلد في قانون احنا مزايكم بتعغابة لا في قانون والقانون حكم واضح في الخائن في المتآمر في العميل في اللي بيحرد على القتل وبيحرد على الارهاب اظنكم شفتوا اللي قالوا الاخ طارق قاسم وطارق قاسم ده مديع في الشرق وفي كاملين قبل ما يمشي منهم بعد ما اكتشف الانجليزي الغامض اللي بيتحكم في اعلام الاخوان وما يسمى بالاعلام المعارض برا ده اعلام متأمل مش اعلام معارض بيتحرك من خلف ستار بيحرك الجماعة بخيوط بيحرك الاعلام بخيوط من خلف ستار مين اللي وراه زي ما قال طارق قاسم اجهزة استخبارات دولية بيجابينه عشان يحرك والاخ طارق كان معاهم لكن لما حس ان مجرد اداه قال انا ما اقدرش فطلعوا قال هذا الكلام اما الخوانة الاخرون اللي بيدعوا انهم قلبهم على مصر وقلبهم على الشعب المصري ويعيني طلعوا وهربوا بطرق ما حدش يعرفها عشان ينفدوا بجلدهم لا الخيانة وضحت على ألسنتكم والعمالة معروفة ومن يحرككم وكل ما تنطقون به ما هو الا كذب كذب بواح وكل اللي مشغلين معاكم ومشغلينكم هم عملاء اجهزة استخبارات اذا دي لعبة وعشان اللعبة تتنفذ لازم يدوروا على سبب قبل كده حاولوا يعملوها 11-11 زمان وفشلوا رغم القرارات اللي اتخذتها الدولة المتعلقة بالاصلاح السياسي حاولوا ينفذوها في 19 سبتمبر 2020 عبر هذا المقاول الفاسد ولكنهم فوجئوا بان الشعب المصري يمتلك من الوعي والايمان واحساسه بالبلد واحفاظه على امن البلد خليهم فشلوا النهاردة الجماعة الارهابية بتستغلي الاوضاع الاقتصادية الصعبة اللي احنا بنعاني منها واللي بنعاني منها كل دول العالم بما فيها الدول اللي هم عادين فيها خصوصا بعد الازمة الروسية الاوكرانية راح يقولوا للناس الحقوا دول خدوا فلوسكم ضيعوكم ضيعوا البلد مصر على وشك الانهيار الناس جاعت المشروعات القومية كذا وطبعا الشعب المصري عارف الهدف عارفين لهم بيهمهم مين جاع ولا مين شبع ولكن هدفهم ازاي يستغلوا الحالة الراهنة للبلد واللي هي جزء زي ما بقول لكم من ازمة عالمية كله بيعاني منها ازاي يولعوا البلد بالاكاذيب والادعاءات والمعلومات المغلوطة وكمان بتحريك الخلايا النايمة اللي نزلت توزع 200 جنيه على بعض شباب المناطق الشعبية قالوا لهم ايه بتين جنيه وحتاخد بتين تاني لو طلعت في المظاهرة اللي احنا عايزين نطلحها ولو حرقت هنضعف لك المبلغ والحقيقة ان بعض الشباب اخدوا الفلوس وقال لك خد من عين امهم واضحك عليهم لحنا طلعين وليلين علاقة بالموضوع ده يا ترى العصابة اللي بره دي ملهاش شغلانة الا بلدنا ومؤسستنا وقيادتنا هل دون نس اسوياء صدقين في كلامهم طيب تعالوا نشوف واحد منهم اتكلم في سنة 2008 وطلع بجمال عبد الناصر السماء وجيه دلوقتي لما رأى عندي الاخوان هناك نزل بعبد الناصر السابع عرض يا ترى ما كانش عارف مين جمال عبد الناصر في 2008 وجيه دلوقتي اللي يكتشف حقائق ووقائع تانية ولا ازاي ارض الاخوان اللي هم اعداء جمال عبد الناصر واللي عبد الناصر خد منهم موقف مع بداية السورة مسكين مش عارف حاجة غير ارضاء الاسياد تعالوا نشوفوا ايه رأيكوا بقى ايه رأيكوا في النفاق والكذب والادعاء وتغيير المواقب بشكل جزري هل تسخوا في هذه الاشكال لا يمكن طيب على كل حال يعني تعالوا كمان نشوف حد تاني شوف اللي ما يتسماش ده الجدع اللي بيحرض على الجيش والشرطة واللي بيكيل الاتهامات ويتطاول على الرئيس السيلي السيسي تعالوا نشوف رأيه في السيسي وفي الاخوان وكمان في الجيش والشرطة ونسأل بعد كده يا ترى عارفين السبب ولا لا تعالوا عموما نشوف رأيه كان ايه ودلوقتي بقى ايه كلام ده قبل 25 هناير شوفوا النهار ده بيقولوا ايه عالجيش شوفوا النهار ده بيقولوا ايه عالشرطة مين اللي بيتلون ومين اللي بيتأمر اللعبة لعبة سمسرة وكذب وخداع يعني أكل عيش ومستعدين يبيعوا أنفسهم لأي حد تعالوا نشوف أكاذيبه وكلامه عن السيسي قبل يا سبحان الله يا سبحان الله مش هادة بالرئيس السيسي مش هادة بالمجلس العسكري مش هادة بالشرطة المصرية الكلام ده بعد 2013 توجيه اللوم إلى محمد مرسي توجيه اللوم إلى الإخوان وأنهم زوروا عليه تويتر زي ما بيزوروا علينا كتير يعني طيب وبعد كده أين أنت الآن ليه بعت ضميرك وبعت حتى الكلام اللي أنت أقول ليه ومتصور أنهم حيصدقوك متصور أنت أو غيرك أن الشعب المصري حيصدقك تقول له أطلع مظاهرة لوح طالع تقول له أعمل مش عارفين فيروح ماشي لا شعب المصري عائل وشايف والتاريخة هو تاريخ موجود على اليوتيوب وبيأكد بالفعل أن الخيانة لها أصحابها وأن اللي بيبيعوا الوطن يقدروا يبيعوا أي حاجة تانية الوقاعة كثيرة وتحت يدينا فيديوهات متعددة لكن أنا هنا بس أردت أن أضرب أمثلة عشان البعض يعرف من هؤلاء وما هي أهدافهم ومين اللي بيدعمهم وعايزين إيه من البلد أجل الشعب المصري يا ترى الشعب العظيم ده بيخيل عليه الكلام ده أيها الشعب بيعاني زي ما قلت لكم أوضع اقصادية صعبة تعبان كل ده تماشي والقيادة السياسية عرفة ده والحكومة عرفة ده وبنتطر بقول لكم نقبل بحلول وحاجات ما كناش ممكن نقبلها نتيجة الظروف الصعبة لكن هل معنى كده الناس تطلع وتخرب بلدها بتعليمات من شوية أفقين وخوانة ومتأمرين وبيقبضوا من بره وقاعدين بره وسيبين بلدهم واحنا نقدر ننسى اللي حصل في 25 نناير نقدر ننسى قطع الطرق اختحام السجون الأقسام الجرائم السرقات الفوضى النهب والله أنا من الأسبوع اللي فات كنت مع زميلي خالد أبو الدهب ده سينة رست معروف بيحكيلي إنه في أحد المناطق الشعبية بعد 25 نناير طلع تلاتة بلطاجية وقفوا تكتك في راجل ومراته وبنته وأصروا على خط بنته والراجل يبص يديهم يقولهم حرام عليكم فللأسف خطفوا مراته وجريوا بيها الزمن كان صعب جدا والتآمر كان كبير وعشان كده لازم نحرص على بلدنا وأمن بلدنا اللي دفعنا فيه آلاف الشهداء واستقرار بلدنا أنت بتبقى نايم في البيت ورجل الشرطة قاعد في الشارع أنت بتبقى نايم في البيت وضابط الجيش وجند الجيش على الحدود بيدافع عنك وبيحمي بلدك أنا على ثقة إن كل الكلام ده لا شيء وإن كل هذا الغثاء لا أحد شعب المصري عارف إن الخراب لا يجر إلى الخراب المرة دي مش هتكون قضية إصلاح أو لا إصلاح لا زي ما قال الرئيس السيسي مرة دي نكون أو لا نكون في دولة أو ما فيش دولة وحفكركم بكلمة الرئيس لما قال إذا راحت البلد المرة دي مش هترجع تاني أبدا ونقعد بقى نغني ظلموه لكن أنا بقول لكم الشعب المصري شعب حريص على دولته وعلى كيانه الوطني وعلى تراب بلهم مهما يعاني بس ما لهوش إلا مصر حيروح فين الأمهات الأمهات اللي كانت تقعد تستنى أولادها لغاية الساعة خمسة وتبقى ألباح يقع النهاردة الناس بتروح وبتيجي عادي النهاردة فيه أمن واستقرار في البلد النهاردة فيه مواجهة ممنهجة للجريمة ظروفنا هتتحسن كل يوم بنشوف إنجاز عظيم والله أنا حضرت لوبيل الفاتو في الاحتفال اللي شرفه سيادة الرئيس اللي في مركز التحكم حاجة توريك إزاي القيادة السياسية والعسكرية بتفكر للمستقبل إزاي نقدر نطور البلد دي بكل ما نملك من الإمكانات تكنولوجية وعسكرية وقدرة غير عادية لما شوفه النهاردة سيادة اللوة بكر البيومي وهو ده مدير إدارة الإشارة على فكرة وهو بتكلم وهو بيشرح شوفه الانضباط وهو ماشي جنب سيادة الرئيسة شوفه هو بيشرح وبيتكلم شوفه الفيلم التسجيلي اللي تعمل بصوت المقدم مصطفى لبيب من الشؤون المعنوية وانا بوجه تحية وتقدير للسيد اللوة ياسر مدير الشؤون المعنوية ولكل العاملين في الشؤون المعنوية على هذا الأداء والمستوى الرفيع يريد تسمعونا جزء من فيديو الفيلم منذ فجر التاريخ وعبر مختلف العصور أدرك الإنسان أهمية التواصل بشد الطرق ومع مرور الزمن والتقدم التكنولوجي المتلاحق وتطور علم الاتصالات بوتيرة سريعة أدت إلى الاتصال بين قرات العالم المختلفة بشد الطرق المرئية والمسموعة عن طريق أجهزة متناهية في الصغر وتزامنا مع ثورات الاتصالات أدركت القيادة السياسية أهمية اللحاق بركب التكنولوجيا العالمية أولت مصر اهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث حرصت في رؤيتها في هذا المجال على تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات وإقامة المدن الزكية وتمكين مختلف فئات المجتمعة من استخدام الخدمات الرقمية فضلا عن نشر الوعي المجتمعي بأهمية التحول الرقمي فكانت الإجراءات السريعة والغير مسبوقة لامتلاك مصر لأحدث منظومة اتصالات فضائية حيث تم التنسيق مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال لامتلاك قمر صناعي يلبي احتياجات مصر في تكنولوجيا الاتصالات الدولة لم تتوقف عن التنمية ولم تتوقف عن البناء في كل حتى في مصر الدولة رغم كده بتواجه الإرهاب والجريمة كل يوم رجالتنا في الشرطة والجيش بيقدموا أروحهم عشان نعيش في وطن آمن ومستقر آخر هؤلاء الشهداء وأنا في الزيارة لجنة مبارح كان الشهيد أحمد محمود العمدة العقيد أحمد محمود العمدة ده قائد كتيبة بيقطاع الأمن المركزي بمدريت أمن جنة استشهد أثناء أداء واجبه في حملة أمنية للقبض على ناس خارجين على القانون وبيبيع مخدرات لما شوف شهيد زي ده شاب في عمر الظهور وبيضحي بحياته لأنه شجاع وجريء ودخل مكان هو عارف أنه ممكن يستشهد فيه لكن في النهاية كان بيقدم التضحية بلا حدود وهو راضي ولما رحت عزيت فيه مبارح الناس فخورة بيه رغم الألم ورغم الحزن لكن أسرته وأهلنا فيه كالحين أبنود كل الرجال لديهم فخر بأنهم قدموا واحد من أبنائهم شهيداً في الدفاع عن استقرار الوطن ده شعب دا المصري العظيم اللي بنشوفه دايماً في كل المعارك قوي أنا أول مبارح كنت في اسكندرية رحت مركز الحرية لإبداع حضر مش أقل من خمسمائة واحد من المتقفين والموجدين وكانت دكتورة صحر شريف وهي بتتكلم تتكلم عن دعم الدولة إنها كانت هي اللي بتديري الندوة كل الأصوات اللي كانت بتتكلم ما فيش صوت خرج على المنظومة ما فيش صوت قال كلام نشاز ولكن كلنا مع البلد في هذه اللحظات التاريخية ومش حنسيب مصر سبت من هناك وروحت على الأقصر أحضر مؤتمر كبير مؤتمر شعبي كبير اتعمل في الأقصر في ساحة الشيخ أحمد مرتضى حامل كان معي السيد محمود الشريف ناقيب الأشرف وكيل مجلس ما بالسابق وكان معانا رموز من الكنيسة ومن الأزهر ومن الأوقاف ونواب وشخصيات عامة وأحزاب سياسية ومش أهل من خمس تلاف شخص كانوا موجودين محتشدين احتشاد كبير جدا وشعارهم هو دعم مصر في هذه اللحظة إن احنا نقف خلف القيادة السياسية اللي احنا عارفين بتقدم اين البلد دي وكان الحقيقة مظاهرة كبيرة تمت مبارح وصل في الشارع وصل جمهور غفير سيدتنا النساء خرج مش أقل من 1200 سيدة كانوا موجودين مبارح ويزغرتوا ده شعب مصر العظيم اللي ما تعرفهوش يا خوانا متأمرين وده من جو في الصعيد للأكسور في الجنوب حتلاقي ده بكل حتة بمصر دعم للقيادة السياسية بنقول لهم إن احنا معاكم ووراكم وحنستحمل عشان بلدنا وعارفين يا ما دخلنا في أزمات دخلنا في 67 ودخلنا في غيره وغيره وغيره وانتصارنا وعدينا وحنعدي وكل مؤشرات الاقتصاد العالمية بتقول حنعدي واقتصادنا اللي هو التاني اقتصاد في إفريقيا الآن من حيث الحجم هيعدي ومعدل النمو اللي ارتفع لستة وستة من عشرة بتقدير صندوق النقد الدولي يقول إن احنا اقتصاد واعد رغم الأزمة ورغم ارتفاع الأسعار ورغم اللي حصل مع صندوق النقد الدولي تعالوا نشوف جزء من هذا المؤتمر موسيقى جروب سبحانه وتعالى موفق فيها سيئة بريس يعملها في سنوات القنية دي والله يحتاج سنوات يجير لكن الله سبحانه وتعالى أمثنا جميعا إن شاء الله هل نسم بالبرقة فنشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه ويكونوا يحب أوضاهنا فاللي علمنا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا حب الوضن من حرب رسول الله وأن بها خير أجناد الأرض صدقت يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله أيضا الهائلة المقدسة نزلت إلى مصر يتحقق على أرض مصر السلام والمحبة فوق سداء الخوانة والمتابرين وانفهم الشعر المصري في كل مكان وفي كل حارة الذي أسمى اقصادية طريقة لكن هذا الوضن باقي ما بغي البشر على أرضه أنا في نهاية الحديثة هقول لكم حضاجر حضاجر لفلكوش ولا حد حصر حاجة ولا حد حيبع شرطوتكم صحية وجيشكم واعي وشعبينها العظيم فهم وعارف ومعالك فتاح يا سيدي من هنا من ساحة الشيطة أحمد مرتضى حامل مصر كلها أوراق مصر الشرفاء مصر الرموز الوطنية مصر الشعب العظيم لا يمكن بأي حال الأحوال نفرط بلدنا ولا نسمح بتكرار وأي سيداري وزمق هكذا هي مصر العظيمة مصر اللي دايما في اللحظات بنلاقيها على قلب رجل واحد مصر اللي في كل حتة مؤتمر وأعدى ولقاء تقول أبدا لن نسمح للمتآمرين بأن يعودوا مرة أخرى كل مواطن مصري في شارع كل إنسان في حارة أمن البلد دي مسؤوليتك قبل ما يبقى مسؤوليت رجال الشرطة أو الجيش انت الظاهير بتاعهم انت اللي بتساعدهم على حماية أمن البلد بلد مستهدف بلد مستهدف في أرضه وفي شعبه وفي مؤسساته وفي قيادته ما كان أسهل أن يرتضوا ويرضوا بعفتاح السيسي رئيس الجمهورية لو كان حط إيده في إيد المتآمرين والخونا لو كان قابل بالصلح معاهم وطلعهم لنا تاني لو كان راض أمريكا وراض إسرائيل وراض العالم ده كله على حساب الأمن القومي المصري لكن لأنه قيادة وطنية واعية ومدركة حقيقة الوضع والظروف والأزمة وأزوابها هو على يقيم من أننا سنعبر الأزمة وسننتصر بإذن الله هننتصر بإرادة الشعب المصري نحن لما عادنا وقلنا يا جماعة يا مثقفين ويا قيادات عايزين يطلع بيان عايزين يطلع بيان نقول أن احنا هنا مع الدولة في ساعة ولا ساعة ونص أكثر من مئة شخصية أصدروا بيان أعلنوا فيه رفضهم لدعوات التحريض والتآمر الموجه ضد البلاد أنا شارته صحيفة الأسبوع الموقعون على البيان أكدوا دعمهم لمؤسسات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة في حربها على الإرهاب والدفاع عن أمن البلاد واستقرارها البيان دعا الإعلام الوطني إلى التصدي لهذه الدعوات وتبني خطاب يفضح أهداف هذه المخططات واشخصها والدعمين لها ومسندة الدولة بمشروعها القومي بيستهدف التنمية الشملة ويستهدف أيضا النمو والنهضة البيان أشادة بدعوة القيادة السياسية للحوار الوطني كسبيل الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إطار احترام الدستور والقانون وقع عدد كبير بس بس كلكم بعض شخصيات دكتور فتح سور رئيس مجلس الشعب وقع البيان سيد الفريق عبد منعم التراس رئيس الهائل العربية التصنيع السابق وقع البيان شعر كبير فاروق جويدة الدكتور علي جومع مفتي الديار المصرية السابق ورئيس اللجنة شؤون الدينية فريق أسامة المندوه وكيل جهاز المخابرات العامة السابق سفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعدد كبير من الشخصيات الوطنية والمفكرين يمكن نشرتهم المواقع مع الاعتذار للأسماء الكثيرة اللي موجودة كل ده بيأكد لنا حاجة واحدة بس إن بلدنا برجالها ونساءها بشبابها وبشيوخها حاضرة في الميدان حاضرة في الخندق جنبا إلى جنب مع جيشنا العظيم ومع شرطتنا الباسلة ومع قضاءنا العادل والنزيه وخلف القيادة الوطنية الشريفة النزيهة المقاتلة القادرة على التصدي والمواجهة معنا على الهاتف الدكتور عفتاح العواري العميد السابق لكلية أصول الدين عضو مجمع البحوث الإسلامية دكتور سلام عليكم أود أن أسألك عن حكم الدين في هؤلاء الذين يستبحون دماء أهلنا وضباطنا وجنودنا في إعلام مجبوه من الخارج عليكم السلامة الله وبركاته عليكم السلامة أرحبا بكم وبالمشاهد الكريم معلوم معلوم أن الوطن أمر يعد مقصدا رئيسا جاء الإسلام فحافظ عليه ولولا وجود الوطن ما كان هناك أمن وسلام واستقرار تعليم وزراع وصناع لولا الوطن ما كان لهذا الإنسان الذي لا يملك وطنا كيمة عند الآخرين ومن هنا فإن حرمة الأوطان فإن حرمة حرمة بيّنها الإسلام ووضحتها مقاصد الشريعة الإسلامية فأي إنسان لا يملك زرة من إيمان هو الذي يفرط في وطنه نعم وهو الذي يحمل أحقادا وضغائنا نحو الوطن الذي تربى على أرضه واستظل بسمائه وشرب ماءه وأكل من خيراته وتعلم في مدارسه وجامعاته نعم هذا الشخص الشاذ الذي يفكر في زعزعة استقرار الوطن بإثارة الفتن والتحريض على قتل الأبرياء خاصة هؤلاء المرابطين الذين يحمون الصغور والحدود يحمون الوطن داخليا وخارجيا ضرا وجوا وبحرا نعم أقول هذه الفئة الشاذة إنما هي محاربة لله ورسوله وأفعالها لا تمث إلى الدين بصلة بل الدين يستنكرها بل الدين يجرمها فالدين بيّن لنا في نصوصه المحكمة قضعية الثبور طريحة الدلالة أن من اعتدى على النفس أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا والله نهانا عن قتل النفس ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أي نفس بمتصرف النظر عن انتمائها وعقيدتها وثقافتها وفكرها فهي نفس معصومة الدم لا يجوز التعدي عليها ولا يجوز التفكير في قتلها أو سلبها حق الحياة التي وهبها الله تبارك وتعالى لها بل بيّن الإسلام أن من حمل علينا السلاحة فليس منا كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بلغ الأمر أكبر من ذلك إنما بيّن لنا الإسلام أنه لا يجوز لي أن أروع آمنا أن أروع آمنا في الكلمة بالنظرة الحادة بحمل سلاح بإثارة فتنة بدعوات خبيثة تشوش على عقول الشباب والشابات مستغلة الظروف الاقتصادية العالمية نعم التي يمر بها العالم الإسلام يقول لهؤلاء اعلموا أن نعمة الأمن التي نعيش فيها تساوي الحياة كلها حتى ولو عشنا شهورا نربط على بطولنا حجارة ما دمنا آمنين لا يهمنا الجوع لأن الأمن إن فقد فلا استقرار لأن الأمن إن فقد فلا عمل فلا إنتاج فلا تعليم فلا عبادة من منا يملك أن يؤدي حق الله في جو غير مستقر مضرب غير آمن فيه خلاق فيه اضطرابات فيه فوضى أمنية فيه تعدي على الأرواح فيه بلطجة كما تسمى بالمصطلحات العادية والعامية من منا يقوى على تأدية حق الله في مسجد أو كنيتة كل هذا سيفقد فحري بالشباب أن يتنبهوا ويعلموا أن الشرائع السماوية وفي مقدمتها الإسلام تحرم هذه الأفعال العبسية التي لا تجن الأمة ولا الوطن من ورائها سوى الخراب والتمار والفوضى وعزم الاستقرار وأدعو الشباب جميعا أن يلتفتوا قول قيادتهم وأن يكونوا جنودا مدافعين حارسين لوطنهم وأن يكونوا أداة عمل أداة بناء أداة إنتاج أداة تقدم الحضاري لا أن ينطاعوا لمسك هذه الدعوات الخبيثة التي تنفسد وتريد أن تنفسد على حساب الوطن أجندات أعداء الوطن الداخل والخارج شكرا لك دكتور عفتاح العواري العميد السابق لكلية أصول الدين عضو مجمع البحوش الإسلامية هذا هو ديننا الحقيقي هذا هو الدين الوسطي هذا هو الدين الذي يحرم قتل النفس ويحرم التحريض على القتل ولكننا نرى أناسا يقدمون أنفسهم كإعلامين يحردون على قتل الضباط والجنود ويدعونا إلى التخريب ولكن هيهات هيهات سيردون على عقابهم جميعا في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه وفي الوقت اللي احنا نكتمع فيه سويا دفاعا عن الوطن هناك العيون الساهرة السيد محمود توفيق وزير الداخلية اكتمع اليوم مع القيادات الأمنية لدراسة الموقف الأمني وهذا موقف تعودنا عليه دائما من الداخلية ومن جهاز الشرطة وكافة الأجهزة المعنية الذين لا يتركون كبيرة أو صغيرة وإنما هاجسهم الأساسي هو الدفاع عن أمن مصر واستقرارها تقرير ثم نعود اجتمع السيد محمود توفيق وزير الداخلية مع مساعد الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاستعراض استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية ومتابعة خطة دأمين مؤتمر المناخ المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في بداية الاجتماع عرب السيد وزير الداخلية عن تقديره للجهود التي يبدلها رجال الشرطة في شتى مجالات العمل الأمني والتي أصفرت عن تحقيق العديد من النجاحات مشيرا سيادته إلى حالة الاستقرار الأمني على كافة الأصعداء رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية والتي أثرت بصورة مباشرة على اقتصاديات الدول كما شدد سيادته على ضرورة مواصلة الجهود الأمنية لفرض الرقابة على الأسواق وضبط كافة صور الجرائم التامونية واستمرار المبادرات الاجتماعية الهادفة لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة في إطار التكافل مع المواطنين ورفع الأعباء عنهم وتابع السيد الوزير عبر الفيديو كونفرانس محاور الخطة الأمنية لتأمين مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ موجها سيادته على ضرورة التواجد الأمني الميداني في إطار تنفيذ بنود الخطة على الوجه الأمثل فضلا عن اتخاذ كافة التدابير الأمنية ورفع أعلى درجات الحذر واليقظة وامتداد الإجراءات التأمينية لكافة محافظات الجمهورية لتحقيق استمرار حالة الاستقرار الأمني وفي نهاية الاجتماع أكد السيد وزير الداخلية على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقا للأطر القانونية معربا عن ثقاته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام المكالة إليهم ومعنا عن الهاتف الأستاذ سامح عشور نقيب المحامين الأسبق عضو مجلس الشيوخ أستاذ سامح مساء الخير أود أن أسألك عن المخططات التي تعود إلينا بين الحين والآخر مستغلة أوضاعا اقتصادية صعبة أو محاولة الضحك على الذقون تمهيدا لما يسمونه بثورة جديدة تخرب البلاد وتعيد الإخوان مرة أخرى إلى الحكم في مصر ما تقديرك لما يحدث؟ بالخطة يا سيد مصطفى جيما أنت والكثير محطط لمصر أصلا أن لا تكون لها محكمة وأن تقاوم كل محاولة المياه فيها وأن تستغل كل الفرص الأكترابية السلبية أو غير السلبية المحلية أو الدولية من أجل ربطها بمحاولة القيام في محاولة نهوض بناء دولة مصرية بناء مكلف ولو أعباء كثيرة ولو ثمن ما فيش حد يبني دولة ما فيش شعب يبني دولة كبيرة أو كمان أن تكون كبيرة دولة أن يدفع كرز مصر بلد تعمل بناء شديدة بالوعورة والصعوبة ما فيش شك دخلنا في مواطرك اقتصادي صعب كورونا فضحهم حرب السلطانية محيط ربيع أقصاب الاقتصاد المصري بوعكات كثيرة جدا لكن إحنا أيضا ظروفنا بعض المواطن أو بعض أو كثير من المواطنين بأنه في غلاء وفير دفاع ده موجود لكن لا جوز متأمر أنه يستغل هذه الحالة التي تجري على العالم كله وعلى مصر لأنه يجرب إنا مخططه إحنا المخطط الإخواني أو المخطط في استعمال القديم في أن مصر تبقى ضعيفة ومصر تظهر عن المخطط الحقيقي ومصر اللي تبني نفسها ومصر اللي تنهض ليس مصنوح بيه نعم يضربه محمد علي ويضربه جمال عبد الناصر ويضربه الدولة الحديثة التانية يعني في النهاية إحنا في حالة مخاومة مستمرة لكن ما فيش شك إنه إنه إحنا عندنا عندنا مشكلة وأنا من خلال نفسك بقولاش للسيد الرئيس إنه في الحوار الوطني القادم أو الحالي أن تتوسع جندته وأن يزاد فيها كل فصائل الشعب المصر سواء كانت أحساب من أقربات جمعيات ووطنين أبرد جمعات ونسمع الناس كلها بيسمع كل الناس مصر بطريحة وهتفهم منه وهيفهم منهم أكثر الناس دي عايزين من المرحلة الجاية تشهد حوار الوطني واسع شوية في كل القادرة تطرح بطراحة مفيش إسعار الوطني للشكل العام واعي ومش ممكن يفلع مؤامرة شكرا لك أستاذ سابع عشور نقيب المحامين الأسبق من محمد المليجي من المنوفية على فكرة التلفون مفتوح أي حد يقدر يتصل بنا المحامي محمد المليجي المحامي من المنوفية أستاذ محمد فضل السلام عليكم يا مصطفى بيه وعليكم السلام أهلا وسهلا أولا أنا باحترم سادسك ومجهود البطن الكبير بنت لعمرتك مهتمة بلقصر بشوف حضرتك شخصية بزعيم جمال عبدالناصر بني خليك تفضل بنقول النهاردة للرئيس عبدالتاح السيسي مصر مصر شرب مصر كلنا وراك ورا الجيش المصري ورا الشرصة المصرية ولا تنسى يا رئيس فانا كنت تقدمت روحك بداءا لمصر إذا والرجال الأبطال القاتل المسلحة فمصر النهاردة واجب علينا تفضلك وبعتبر اليوم حداشر حداشر اللي جاي جابت يا رئيس لسميه عيد الاستقار ان شاء الله يا عدد بخير والأشاوش والخفافيش اللي متزاعمة خلوات المأجورة أمثال محمد علي ومصر ومحمد نظر والأشكال الخزر دي بنقولك يا رئيس انت بنيت وقدمت وحقك علينا يا رئيس نفذلك الجميع النهاردة انت بطال الشرصة وبقول له واجيل الزخرية واجيل الضفاع لا تقرقوا مصر فيها رجال وان مصر فيها مئة مليون مقاتل مصري شكرا لك يا أستاذ محمد المليجي معنا الأستاذ مجدي كمال من المعادي أستاذ مجدي تفضل أحب تحية طيبة أهلا بك لتجديد قيز الشعب ضد الحملات الممنهجة لهدمه وتقول لا لأي دعوة منها تدمير البلد تقول لي ما وصلنا ليه من انجازات حاجات كتيرة جدا ومشروعات كبيرة جدا مؤسسات علمية بتتكلم عنها نعم ومؤسسات بتشيد بيه زمن قياسي ومصطفى بايه احنا بالفعل دخلنا مواصلة جنس للأرقام الكياسية نعم نعم مشروعات العملاقة اللي قدرنا من خلالها نسبة نفسنا نعم فطبعا في الوقت دوت بنتحارب من دول بعينها مسخرة يعني فلوس واموال طائلة لهدم الشعب والاسم انه هم عايزين يجبولنا المصطحة طبعا الكلام دوت هو الكلام عاري من الصحة والشعب كله واسط في الحكومة بتاعته والقيادة الحكيمة وان شاء الله هنعدي زي ما عدينا من حاجات كتيرة جدا اكيد ان شاء الله شكرا استاذ مجدي شاكرين ودي مشاعر المصريين واتمنى ان الكل يستوعب الدرس ده شعب مصر اللي مصر في الجينات في الدم مصر الحقيقية وده الشعب الوطني الحقيقي اللي مرتبط بأرضه وبترابه واللي بيروح يقاتل دفاعنا عن بلده بإيمان أما الخوانة حتى لو كانوا موجودين هيخنونا وحيتآمروا علينا وبالتأكيد ده هم يوم شعب المصر ده لاني انسى كل من تآمر ضده أبدا شعبنا ما بينساش بأي حال من الأحوال دي الأشكال اللي بتتكلم كل يوم خوفا وتعاطفا مع الشعب المصري شعب المصري المقهور شعب المصري شعب وطني شعب المصري شعب رجالة سيدات مصر عظيمات تعطي المثل والقدوة في الدفاع عن بلدها هي اللي خرجت وأسقطت حكم جماعة الإخوان جنبا إلى جنب مع الرجل وبانحياز وبانحياز من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة الفريق أول عفتاح السيسي في هذا الوقت وبانحياز الشرطة المصرية العظيمة وبانحياز القضاء العادل اللي أصدر أحكامه وكان منها الحكم الصدر في 23 يونيو من المستشار خالد محجوب واللي أدان فيه الإخوان واتهمهم بالخيانة هي دي مصر الحقيقية هو ده الشعب المصري العظيم اللي انتو ما تعرفوش ولا تعرفو تكوينه ولا أصوله ولا تاريخه ولا حضرته مش طالع واحدة بتقولك مفيش حاسمة وطنية احنا بنكره مصر مصر تلفزكم مصر تكرعكم مصر لا تعطيكم أي قدر من الاهتمام احنا بس عايزين نحرق دمكم زي ما كل يوم شغالين على البلد تسترزقوا على مصر وعايزين تشوفوا جسة مصر لكن أبداً كل خائن هيتحطوا في مكانه الصحيح كل متآمر مصر هتدهسوا ومش هتسيبوا بأي حال من الأحوال هو هتفتكروا انكم عشان بروا محملين بقوة واستخبارات خلاص لا هتجابوا بالانتربول واحد وراء الثاني وبنشوفكم كويس قوي بمجرد أي تحرك بترتعدوا وبتخافوا لأنكم جبنة سعيتوا من أجل المال ومن أجل أن تكونوا أحزية في أقدام الآخرين لكن المصر الحقيقي المناضر الحقيقي هو قاعد هنا ببلده وبيدافع عن شعبه وبيدافع عن وطنه ويقف خلف قيادته في الأزمات وفي التحديات اللي بنواجهها من كل حتة مش انتوا بس انتوا مجرد أداة احنا بنواجه تحديات في ليبيا بنواجه تحديات في سيناء والحمد لله حققنا انتصارات في سيناء بفضل الجنود والضباط البواسل بنواجه تحديات من الجنوب المؤامرة علينا كبيرة لكن احنا قدها احنا شعب مصر احنا شعب الحضارة احنا شعب التاريخ احنا الشعب اللي عنده قيم التسامح والسلام والايمان والوطنية الحقيقية معانا معانا محمد سمير من الوراء الجيزة سيد محمد فضل سيكا استاذ مصطفى عامل ايه اهلا بيك ربنا يا ربي بارك لك يا رب ان شاء الله ان شاء الله انا مبسوط بسيادتك جدا وبادائك والله يا فندم عايز اقول للاحدرتك ان شاء الله مش هاي حصل حاجة مصر اقوى من كدا بكتير وشعبها واعي نعم اما للتطبق الوسطى انا بقوله مصبره ان شاء الله الي جاي احسن ان شاء الله الي جاي احسن اللي اتعمل في الثمن سنين دول ان شاء الله ان شاء الله profesional انه هو ما يتعملش في تمال سنين يتعمل فاكتر من كده بس ان شاء الله علشان فيه اخلاص وفيه شغله وفيه دولة شغالة ان شاء الله اللي جاي احسن افن ربنا يا كريم مستاذ محمد شاكرين جدا. طيب معاني الاستاذ عبد الرحمن من الالوبيت. فضل يا صاحب رحمن. سلام عليك يا فن. انا فاتحيني التليفون يا جماعة اللي عايز تكلم. فضل يا صاحب رحمن. السلام عليك يا فن. وعليكم السلام. اه انت عايي ادرتك جدا عن حالة جميلة دية. والحوار الوطن اللي مفتوح حاليا. وآآ الناس اللي شغلوا على البرنامج. وبحب اقول للناس اللي هي خايفة من اللي جاي ما تخافوش. اللي جاي مش هيبقى اه 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 اقلم اللي راح. نعم. يعني الحمد لله يعني فيه حاجات كتير واضحة قدامنا ان هي كويسة. والناس اللي هي بتحرض واتحرض على هنفة بورة دية. هم مدون ايه عشان يتكلموا على حاجة زي كده. انا لنختماش منهم حاجة. طبيعي ايه هم بيتكلموا. احنا لو مشينا وراهم احنا لانين تعبوا. هم ناس قاعدة برا بتاخد خلوس من معهيقات عالمية. هاريقات دولية. ايا ان يكن هم بياخدوا منهم. هم مش هيدونا حاجة. نعم. هم بيطلعوا يقولوا كلام عشان احنا اللي ناكن في بعضينا. نعم. شكرا ليك اه استاذ محمد شكرا ليك معانا ناصر عتس من الغربية. استاذ ناصر اتفضل. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا الموضوع الجعم اللي رصد الرئيس القدر الاخيرة. طبعا بالتأكيد يوجد ان رسالة الرئيس وصل بالقدر الكافي المواطن العادي. نعم. كده الرئيس بيرس المادة الاخلاق في كيفية التعامل الرئيس مع شعب. نعم. ولكن يا استاذ مصطفى ان اتعلمنا منك رميل الوطني ونحنا نتكلم بصراحة. انا اعتقد ان هذا الموضوع ليس حلا بالنسبة للدعم ولكن لو طريق للبحث عن حال. نعم. طبعا سيادتك اه انا قدمت في الحوار الوطني. وانكن مش انا ازعى الموضوع. وانكن قلت ساعدة في بعض المكالمات. نعم. ان هو يجب علينا وعلى الحكومة تعديل الاولويات وترخيل المشكلات التي لا يمكن مواجهاتها في الوقت الرحيم. نعم. ومواجهات تحديات. بمعنى يا استاذ مصطفى. طبعا اه انا بعتقد استاذ رئيس مجلس وزراء دكتور مصادر كولي. رجل سيادتك اه مهندس مدني اه اعتقد ان طبيعة شغله المهنية غالب عليه طبعا بالنسبة مدني وكلام ده. وانا اعتقد ان استاذ اكلت بقى طويل ان العجلة الكبيرة الشغيلة في مصر كلها خمسة وسبعين في المبشرة في المعمار. هذا القطاع العريض اعتقد انه سوف يكون ازمة كبيرة جدا بالنسبة للمصريين الجميع على مستوى المحافظات. والله استاذ نصر ان عندي مؤشرات على انه القانون ده حيجي خلال ايام القادمة في مجلس النواب. انا بشكرك استاذ نصر شاكل كرمك. ومعانا كابتن احمد من ادي اهلية. كابتن احمد تفضل. كابتن احمد. كابتن احمد. يا كابتن كابتن احمد. طيب شكرا. اه على كل حال اه زي ما ما اقول لكم الايام القادمة بازن الله ستشهد مصر فيها كثير من يعني حل المشاكل والازمات اللي احنا عايشينها بسبب تداعيات الازمة الدولية. من بين المشاكل دي وزي ما بيقول اخ نصر فعلا موضوع قانون التصالح مصالحات حول المباني المخالفة. موضوع اشتراطات البناء. وان شاء الله لما يجي عندنا مجلس نواب واعتقد انه خلال الايام القليلة القادمة. هيوصل مجلس ان ما كانش يوصل يعني. هيبقى مؤشراته جيدة بالنسبة لقطاعات كتيرة جدا من المواطنين العاملين في هذا القطاع. رجع لينا كابتن احمد من اهلية. كابتن احمد تفضل. ايه السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا فندم. اهلا يا فندم بديوب حضرتك الكرام والاستاذ مصطفى بكري طبعا. تفضل يا فندم. غاني عن التعريف. الله يبارك بحضرتك. امورني يا فندم. تفضل يا فندم حييتك بنتكلم عن الاوضاع المجتمعية في مصر الان والدعوات اللي بتنطلق الان للتخريب وغير ذلك من الامور. ايه يا فندم. تفضل. والله يا فندم انا من وجهة نظر المتوضع يعني. الفلاح يعني. وده ده اصل يعني. فانا هتكلم باللغة العامية العادية خالص. شدل شدل شدل. انا انا واحد من الناس يعني طبعا شايف اه واي حد لو مش شايف اللي بيحصل في البلد اليوم من دولت من ساعة ما القيادة الجديدة ما تولت الموضوع. نعم. وشايف ان احنا من يعني اعتقد ان احنا انا عمري اتنين وستين سنة. اه لحد خمسين سنة. وانا شايف البلد بتتسير وحاسس بكل حاجة. وحاسس بكل بيحصل. وحاسس ان فيه تغيير دلوقتي بكل حاجة. نعم. وان البلد مستقبلها يعني ما شاء الله وبقالينا سمعة في كل حتة. ومش بتكلم كلام انشاء ولا حاجة. ولكن انا ده واقع انا لمسه وعايش يعني. نعم. اما بالنسبة للحاجات الدعوات الناس اللي بتتكلم ديها. ديها حاجات بتبقى اعتقد ان هم يعني الناس المستفيدة من الموضوع ده هم اللي بيهيجوا الموضوع ده. اه لكن اه لكن للأسف يعني. اه اعتقد ان كل ده ان شاء الله يعني ما فيش منه فايدة لان معظم الشعب المصري الواعي الجميل عارف عارف شايف باينه اللي بيحصل في البلد والتطورات اللي حصلت في كل حاجة في كل المجالات. اكيد يا كابتن شكرا لك وزي ما انت بتقول وزي ما كل واحد بيقول. حصل تطورات مهمة شاهدتها البلاد. عندنا مشاكل ما حدش بينكر. ابدا. عندنا مشاكل الغلابة ومشاكل الطبقة الوسطى زي ما احد الاخوة قال. لكن عندنا امل. عندنا امل في بكرة. عندنا امل نحن نتجاوز الاسمة اللي احنا عايشين ازمة نتجاوزنا ازمات كتير جدا. وعندنا امل لان لدينا قيادة حريصة على هذا البلد. ولدينا مؤسسات بلد من جديد. واحتلت موقع الصدارة بين دول كتيرة جدا. مصر طول عمرها. اللي عايز يعرف مصر تاريخها. لكن الجهلاء دول ما يعرفوش تاريخ مصر. ولو عرفوه يحوروه. زي ما احنا شفنا واحد بيتكلم على العرب ناصر لما كان في مصر. بطلعوا السماء. لما راح ععد مع الاخوان بيرد على نفسه بكلام متناقض. وقص على ذلك كثيرا. واحد عمل معي حوار ساعة الفين تقريبا وتسعة. بيقول ما فيش غير الجيش والشرطة. والنهار ده هو اللي بيقول اقتلوا الجيش وقتلوا الشرطة. فالكبير جدا. بين انك تختلف مع نظام. وبين انك تتآمر على مؤسسات الدولة. والكلنا ممكن نوافق هنا ونختلف هنا وارد. اذا كان الحاكم صح? بنقوله صح. اذا كان غلط بنقوله غلط. لكن في خطة احمر اسمه الوطن. اسمه مؤسسات الدولة. الحفاظ عليها فرض عين على كل مصري. بلدنا بمؤسساتها. وطننا بكيانه. بشعبنا العظيم. اللي بيضرب كل يوم اروع الامثلة. انزلوا شوفوا المقتلين. انزلوا شوفوا حراروا سينة ازاي. انزلوا شوفوا اتحاد القبائل في سينة لما وحد ايديه. جنبا الى جنب مع الجيش الشرطة عمل ايه? انزلوا لكل حتة. هتلاقي المصري بقيمه. بأصله. بتاريخه. بحبه البلده. يطلع برة عاوز يرجع جوه. زي ما كنا نقول اللي يشرب من مية النيل لازم يرجع تاني. برة مؤقت الدائم هنا. بيوتنا. مقابرنا. تاريخنا. ذكرياتنا على ارض هذا الوطن. معنا دكتور حجاج ابراهيم. استاذ الاسار. دكتور حجاج. طيب الخط فصل. يعود مرة اخرى ان شاء الله. يعني الاغاني الوطنية والحماسية دي في كل بيت. وفي كل حارة. وفي كل مكان. وانا عجبني في المتر وفي كل حتة. الاغاني الوطنية شغالة. بتعبر عن نبض الشارع المصري. الشارع المصري اللي هو شارع ما زال بخير. وما زال عنده ايمان ببلده. وما زال ما بينكرش جميل القائد. ابدا. احنا عارفين عن فتاح سيسي عمل ايه? عارفين رئيس جمهورية واقف ازاي? وتحدى الاخوان ازاي? وعارفين خد القرار الصعب. خده. وهو عارف كويس اوي النتائج. لكن كان لازم ينحز شعب مصري. رجع لينا دكتور حجاجي ابراهيم. دكتور حجاجي مساء الخير تفضل. خير يا سيد طهي بي. اهلا بيك يا فاندي متفضل. اولا انا زولك احنا كطعايدة. عليش احنا كطعايدة. اتعلمنا حب الوطن من بداية. نعم. انا عن رغم ان واحد اعلى اوسنا من رئيس ايطاليا. ووزير الخارجية. رفضت ااخد الجنسية الايطالية جنب المصرية. دي حاجة. اه. يمكن حتى يعني في خمسة رؤساء من الايام رئيس حسن مبارك حتى لان يعرفوا حبي البلدي وخلاصي ليها. نعم. الحاجة. العاد برضو عادي اقولها كمان كراجل عندي سبعين سنة. احنا عندنا مشاكل. لكن بيحلها في مطر. نعم. لان تاريخ مصر علمنا من حضار التاسع والبدالي لغاية دلوقتي ازاي الحد مصر. نعم. يعني. ولي بتغطى باية اجلابي عريان. صحيح. وبيحتكل برضو. العميل اللي بيشتغل ليه بحتكله. نعم. ودي ما اقول لك صراحة احسن حلقة تعملها. ويادي تتعاد اربع مرات في الشهر. عشان العلم بعض الناس. مين هي مصر؟ ربنا يكلمك يا دكتور حجاج شاكرين كرمك. في حد ما يعرفش مصر فين يا دكتور ولا مين مصر. اكيد زي ما حديثك وانت رجل اساز اثار. كل مصري عارف بلده. وعارف خريطة بلده. وعارف تاريخ بلده. وعارف جغرافية بلده. والله وانا بتمشي في لقصر مبارح. ايه جمال له. ايه مصر العظيمة دي. في كل حتة في كل مكان. ايه المشروعات اللي بتتم على ارض هذا البلد دي. في القرية. في المدينة. في الشارع. في الحارة. بلد بتشتغل اربعة وعشرين ساعة في الاربعة وعشرين ساعة. جيش بيشرف على المشروعات في كل مكان. وزي من الرئيس عم فتاح سيسي. حية القوات المسلحة في اخر اللقاء. انا برضو كمواطن مصري. بحي قواتنا المسلحة على الدور اللي قامت بيه في عملية التنمية. على الجنود والضباط اللي يوقفوا يشرفوا على المشروعات. وطبقوا المبدأ القائل يد تبني ويد تحمل السلاح. ده ما اثرش على دورها العسكري. ولا استعداداتها العسكرية. لكن دي مصر. مصر بجيشها. بمؤسستها. بكل واحد بيتحرك على ارض هذا الوطن. برجال الشرطة اللي موجودين في كل حتة. وفي كل مكان. وبيتابعوا الحالة الامنية. مستعدين يقدموا ارواحهم دفاعا عن البلد دي. عندهم قناعة. وعندهم احساس ببلدنا. وعندهم وعي بالمخاطر اللي بتواجهنا. زابط بيدافع عن بلده وعن تراب بلده. جندي بيدافع عن امه وعن ابوه وعن خواته وعن عياله وعن احفاده. البلد دي حتة مننا. من غيرها ما ننسواش حاجة. لازم نعرف ده يا مصريين كويس اوي. كل ذرة تراب في البلد دي. معلمة فينا. وفي جسمنا. وجوه قلبنا. وفي اروحنا. واي حد يحاول يمس البلد دي. اي حد يحاول ان ينال من هذا الوطن. حيلاقينا اسود. اسود في الميدان. زي الاسود اللي انتو هتشوفوهم دلوقتي. شي عظيم. شرطة رابطة في الميدان. يمكن لا بيراوحوا وبيوتهم ولا بيشوفوا ولادهم. لكن ده قدرهم وحبوهم لبلدهم وارسلتهم التطحية والفداء. كمان لو طلعنا بر مصر شوية نشوف في اليومين الماضيين انعقدت القمة العربية في الجزائر برئيسة الرئيس الجزائري عبدالعزيز تبون. في ملفات هامة قدام القمة. اوضاع العربية. القضية الفلسطينية. الاوضاع في ليبيا. العراق. الامن الغزائي. المائي. على فكرة بمناسبة ليبيا. طالع ما يسمى بالمجلس الاعلى للدولة. بيقول لك لأ رئيس الجمهورية اللي ترشح لا يجب ان يكون عسكري. تبتشرطوا. ازا كان مجلس النوار طلع. اعلان للسوري في هذا الامر والموضوع اتحسن. بيسلطوكم من برة. عشان المشير خليفة حفتر. واللي عشان تستبعدوا الجيش من المعادلة. الجيش هو عماد الدولة. اي دولة. ايا كانت. على كل حال. القمة اللي كانت على مدار يومين. كان فيها منقشات هامة جدا. بيانها الختامي. اكد على نقطة مهمة. وهي رفض التدخلات الخارجية. بكل اشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية. والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل. ودي حاجة مهمة جدا. لان احنا شوفنا مين اللي بيتدخل. اكد على دولة موسطة الجهود لحماية القدس. والتضامن الكامل مع الشعب الليبي. ودعم جهود حل الازمة. ودعم الحكومة الشرعية في اليمن. وعلى فكرة رئيس اليمني. رشاد العلم اجتمع مع الرئيس عفتح سيسي. وتزوية الازمة السورية. ومعالجة اثارها السياسية والامنية. ودعم التسوية السياسية للازمة الليبية. انا عايز يمكن من شوية وزير خارجية الجزائر قال ان مشاركة الرئيس السيسي في القمة سبب اساسي في نجاحها. ليه? سيد الرئيس القى كلمة هامة وقوية. والله ذكرتنا بزمن جمال عبدالناصر. اتكلم عن دور مصر التاريخي تجاه امتها العربية. وقال ان مصر مش هتتدخر اي جهد في سبيل دعم الجامعة العربية اللي هي بيت العرب. وبما يحقق مصالح شعوبنا الشقيقة. قال كمان وده كلمة مهمة جدا. ان انعقاد قمتنا العربية. هو في حد ذاته. استلهام لروح القومية العربية. استلهام لروح القومية العربية اللي نسيوها. واللي جات التائرات الدينية لتطغى على هذه القومية العربية. وتجديد عزيمة الصمود من اجل الحفاظ على هويتنا. وتحرير ارادتنا الوطنية. والدفاع عن حقوق شعوبنا. وصون مقدرتها. الرئيس قال. امننا القوم العربي هو كل لا يتجزأ. وتاريخ امتنا يزبط لنا جميعا. وبما لا يدع مجال للشك. ان ما يؤلم اشقاءنا بالمغرب العربي. سيمتد الى مصر والمشرق العربي ودول الخليج. الله على كلامك الجميل. وان عدم الاستقرار في دول المشرق او فلسطين. انما تمتد اثاره الى المغرب العربي. وان تهديد امن الخليج هو تهديد لنا جميعا. كلام. كلام مهم. وخطاب عروبي. وقومي. حقيقي. ذكرنا بزمن جمال عبدالناصر. وذكرنا بالقومية العربية عندما كانت في اوج قمتها. وقدرتها على تجميع العرب. احنا فعلا يا رئيس محتاجين لده. واحنا فعلا الخطاب بتاعك سواء ده. او اللي انت قلته قدام القمة العربية والاسلامية الامريكية. ايه اللي تمت في اه المملكة العربية السعودية بحضور رئيس امريكي بايدن. كانت رسالة لكل من يعنيها الامر. وعشان كده بنقول ان الراجل الوطني هو قومي بالفطرة. ان الراجل الذي لا يقبل التدخل في شؤون بلده الداخلية او شؤون امته هو شخص يحافظ على سيادة الدولة الوطنية ويعتز بعزتها وكرمتها. ان الشخص اللي ينحاز للشعب في ظرف تاريخي صعب. وامام تيار يتآمر ولديه ميليشياته. ده الراجل لو يقدر يدي حياته وروحه للناس مش هيتردد. افهموا يا جماعة يلي بتغيب عنكم الصورة احيانا. لا. دي بلدنا. ودي القيادة اللي احنا اخترناها. ودي القيادة اللي انحازت لينا. اختلف زي ما انت عايز. اقول رؤيتك. اتكلم. في حوار وطني بيتم. في اعلام اقول في رأيك. ولكن اوعى تنسى امن بلدك واستقرارها. او حد يتحك عليك زي ما دحكوا علينا في خمسة وعشرين يناير. ونطي الاخوان يوم تمانية وعشرين. طلعت مظاهرات سلمية وجميلة وبتنادي بالحرية والعيش والكرامة الانسانية وعايزة اصلاح. لكن شياطين الجن والانس اجتمعوا يوم تمانية وعشرين يناير. وقفزوا على الثورة وخطفوها. ومشوا بيها وفضلوا. تآمروا على الشرطة. اكتحموا الاقسام. السجون. قتلوا ولبسوها للشرطة. ثم بعد بتخلي الرئيس مبارك استمروا. وبقى يجرجروا مشاكل مع الجيش. ولولا المشير تنطاوي وحنكته. والمجلس العسكري. وايمانه. كان زماننا رحنا في نفق مظلم ما طلعناش منه. وهو ده اللي كانوا عايزينه. جيشكم يا جماعة استحمل كتير. وزباط الشرطة واجنودها استحملوا كتير. الحملات الممنهجة. الادعاءات الكاذبة. لما يتابد على جناي يقول لك ده سياسي ومناضل. عملوا حملة. وشاركت فيها قناة الجزيرة وغيرهم. اللي لسه الغاد دلوقتي بتشتمنا. عملوا حملة. هدفها انهم يكرهوا الناس في الشرطة. وصلنا المرحلة. كانت السيدات والابناء. يخبوا يقولوا ان احنا ولاد زباط شرطة. تآمروا عليهم وعلى اسرهم. ودخلوا اقسام الشرطة ودمروها. وحرقوها. ودخلوا مبنى مباحث امن الدولة. ونهبوه. لكن ده عمره. مأثر في ايمان رجل الشرطة. ودفاعوا عن وطنه. واستقرار وطنه. وعشان كده كل الاضايا طلعت براءة. لانهم لم يرتكبوا جراء من ما الذي كان يقتلهم جماعة الاخوان وما كناش عارفين في الوقت ده بالشكل ده. ابدا. هم اللي كانوا بيقتلوا. وبانت الحقائق. وشوفنا لما جابوا حماس من برة وتآمروا علينا في بلدنا. مش هنكرر التجربة دي تاني. مش هنسمح لحد انو ينال البلد. هنحافظ على ايماننا. وسيادتنا. ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا. امريكا. يا بتاعت حقوق الانسان قدامك البحر الابيض. لو خلص خش تشربي من البحر الاحمر. بس مش هتنالي من البلد دي حاجة. لا انت ولا انجلترا ولا تركيا ولا اي بلد. بيتآمر على هذا الوطن. احنا شعب من خيرنا في السماء. احنا شعب الحضارة والتاريخ والجوغرافيا. احنا الشعب اللي تكلم عنه العالم كله. احنا المرجعية. دي مش عنصرية. ولا عرقية. لكن دي مصر. مصر اللي ما تعرفوا ايش. المية وخمسة مليون مصري دي هو الوحوش. محدش يقدر عليهم ابدا. والرجل اللي قاعد على المصطبة ده عالم. والفلاح في حقله عارف الصح وعارف الغلط. والشباب العظيم اللي موجود ده اللي مر بالتجربة او اللي ما مرش وما شفقاش. لكن عنده حرص على بلده. وهو صابر وحيجيني اليوم اللي تعين فيه ويشتغل فيه. الامهات عظيمات مصر اكتر ناس كان دموهم بيتحرق في زمن الاخوان. وهم شايفين بلدهم. وهم شايفين المؤامرة. بلدكم النهار ده اصبحت قوية. اصبحت جزء من معادلة العالم. تعالوا شوفوا مؤتمر المناخ. ستين رئيس دولة اعلنوا انهم جايين. بما في يوم الرئيس الامريكي بايدن. اهلا وسهلا. مصر بترحب بكل ضيوفها. لكن مصر نقطة جذب. مصر اللي بعد تلاتين يونيو. الكل كان ضدها. وجمدوا عضويتها. هي مصر. اللي قادت افريقيا. وترأست الاتحاد الافريقي في الفين وخمستاشر. هي مصر اللي بترجع اليها امريكا وغير امريكا. عشان تحل ازمة في اقطاع غزة. وتوقف اطلاق النار بعد ما الصواريخ نزل التنهمر على اسرائيل. مصر لا احترامها. وكان يونيتها. وقوتها. مصر وطن العروبة. مصر قلب العروبة النابض. اللي مش عارف مصر ده عمره ما هيعرف حاجة في حياته. اللي بيتآمر على مصر حيدفع التمن. يا مصريين. يا شعب مصر العظيم. او احد يتصور ان بلدنا ممكن تروح منينا مرة تانية. لا. انتم الحراس قبل اي حد. انتم اللي فاهمين. انتم اللي هتردعوا اي خاين واي متآمر على هذا البلد. لا تخلقوا. والله ما هتحصل حاجة. ولا حد هيقول لك فينك. لان شعب حضاري. وانه شعب فاهم. وانه شعب وعي. وانه شعب عند ايمان. وانه شعب عنده تقدير. لقائد وطني. حط روحه على كفه. وقال انا منحز لمصر. يا سيادة الرئيس عفتاح السيسي. اوعى تزعل من الخونة والمتآمرين لانه ملا يعنونة في شيء. اوعى تزعل من تطاول البعض ونكران البعض. لانه حتى اللي بينكر بكرة حيرجع ويعرف مين. اوعى تتصور ان الناس بتحني القديم ولا جديد. الناس يا فندم صف واحد وراك. تتحمل الازمة والمشاكل. وبننسى كل مشاكلنا. وبننسى رؤيتنا لاي حاجة. احنا النهاردة عايزين بلدنا. عايزين وطننا. عايزين مصر العظيمة. بقوتنا جميعا. ووحدتنا جميعا نمضي الى الامام. باذن الله حننتصر بقوة وعظمة وتاريخ. بنكتبه وبتكتبه الاجيال الجديدة. وبكرة الاجيال اللي جاية. هتقول كم فيه رجالة في يوم الايام. دحروا المؤامرة وانتصروا. ان شاء الله بكرة حنكمل في الحلقة في السادسة مساء. لكن خلينا دايما نحلم بالوطن العظيم. ونحلم بالغد الاتي. اللي كل مصري هشعر فيه. بان كل حاجاته تمت. وان بلده بتنهض. وتصبح. كبريات الدول. وان جيشه العظيم. اللي شكل رقم مهم في معدة الجيوش العالمية. وان شرطته. هم دول درع الامان ليه. وهم دول حماية الامن القومي العربي. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. رغم ان في الكارهين. ورغم ان في الحاقدين. شكرا لكم ونلتقي غدا بازن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر مدينة وبركاته.